بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء أو حق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداء إزاي وأنواره بتشعف حياتنا وبتخلينا نعرف طريق الخير من الشر وتخلينا كمان نعرف طريق الهداية وتفتح لنا أبواب كتيرة جدا جدا بوسع في الحياة لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما نوره يبقى قدام عيننا يفتح لنا باب الحياة كلها ما هو الله سبحانه وتعالى قال فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين العالم بوسعه وبكل أطيافه وبكل مجالات الحياة فيه محدش يجي يقول لي أنه هو مش قادر يشوف جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما يمعن النظر فيه ويبص عبعين على حياته هايشوف إزاي جمال حضرة النبي ونور سنة حضرة النبي هتفتح له كل الأبواب المغلقة تعالوا نشوف والناس بيشتكوا كتير قوي قوي دلوقتي في المعاملات وفي العلاقات وبقى عندنا مصطلح العلاقات المسمومة والعلاقات المستهلكة تعالوا نشوف الناس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا وقسم لنا الناس إزاي وإزاي الواحد فينا يكون باب للخير ويكون الإنسان ده موصول بالله سبحانه وتعالى حضرة النبي حديث من جوامع كلمة بيتكلم عن البشر بيتكلم عن الناس فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغالق للشر وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغالق للخير فطوب لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه يا الله حديث ده ممكن نعيده مرة واثنين وثلاثة عشان يدخل ويتغالغل في قلوبنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغالق للشر يا رب جعلنا منهم وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغالق للخير يا رب جنبنا هؤلاء فطوب لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه يا رب سلم الأيام دي بقى بقينا نلاحظ إن مفاتيح الخير قلت في حياتنا فناس كتير عندهم خوف وفزع وجزع ووجع لأنهم مش بيلاهوا حد يفتح لهم أبواب الخير ويغلق عليهم أبواب الشر تحتى الشهر الكريم اللي هو اسمه رمضان لما ربنا حاب يزينه زينه بفتح أبواب الجنة أبواب الخير وغاء تغليق أبواب النيران أبواب الشر وكأن فكرة فتح أبواب الخير وتغليق أبواب النار هو دوت معنى الوصال مع رب العالمين فأبواب الخير وأبواب الشر موجودة على طول لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا في هذا الحديث المنور إن احنا نكون مفاتيح لأبواب الخير ومغلق لأبواب الشر هقولك حاجة يعني كان تعبير بديع زي ما شفنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول لنا التعبير المنور الجليل وهو بيصور الإنسان على إنه زي الشجرة هنا بيصور لنا الإنسان زي المفتاح ليه المفتاح عشان يقول له انت ورق خير كتير فافتح الباب للناس وعشان يعلمه كمان إن المفتاح في الحقيقة مش بيفتح على الناس بس ده بيفتح قلبك على الله وعشان كده الإنسان اللي بيبقى مفتاح للخير بيتلاقي فيه ثلاث حاجات بيفتح باب الأمل والرجاء في وجه الله سبحانه وتعالى قدام أي حد معاه وده بيحول الناس قدامه إلى إنهم يحسوا كأن الملائكة معاه لما يقربوا منه يحسوا بالنور وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى إن لله تعالى ملائكة في الأرض تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر إيه ده وعشان كده يتعاقبون فيكم ملائكة طب احنا عايزين نقول إيه في بعض الأحيين أنت مش محتاج ملائك عشان يخليك تقبل على الحياة أنت محتاج عبد موصول بالله يفتح قلبك على الله أنتوا عارفين دايماً بنقول كده إن كل قلب من قلوب العباد ليه بابين باب على الحق وباب على الخلق أو أنا عارفت ليه القلب من ليه باب على الخلق عشان ربنا يرزق بعض الخلق إنهم يكونوا مفتاح لباب القلب على الحق وعشان كده بيوصلوا للعباد النعمة فالشخص اللي بمفتاح للخير ده بيخلي العباد يدوقوا حلاوة نعمة ربنا زي ما فيه ناس بيحسسوا الناس إن الدنيا سودت في وشهم فيه ناس يحسسوا إن رؤيتهم بس تحسس الناس إن الدنيا مليانة وسع ومليانة بركة ومليانة نور وعشان كده أول حاجة في الشخص اللي انت يكون مفتاح للخير أول ما تشوفه تحس بالأمل ويوصل لك الخير يوصل الخير للناس ونفهمهم خصوصا أهل بيتك اللي بيقولوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أحبوا الناس إلى الله مين أنفعهم للناس وأحبوا الأعمال إلى الله إيه؟ سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تضرد عنه جوعا ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا إيه اللي حاصل؟ اللي حاصل إن إيه كل الكلام الرائع ده إنك تحب للناس ما تحبه لنفسك قول زيك حديث الرسول الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير اللي بيعمل الخير ده عقبته حسنة في الدنيا والآخرة أما الشخص اللي هو مفتاح للشر هتلاقيه فيه ثلاث حاجات ثلاث صفات سيئة بالإضافة لكثرة الخوف والفزع والجزع والوجع هتلاحظ فيه ثلاث حاجات على طول عنده إيه؟ عنده يأس وشايف الدنيا سودة شايف الدنيا سودة؟ والعزب الله سودة سواد شديد وما يقدرش يفهم الكلام اللي قاله الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم قال إيه؟ ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فإيه اللي حاصل فتلاقيه قانت من رحمة الله مش بس قانت ده بيقنط الناس كمان ودايما بيئذي الناس سواء أزى حسي أو أزى معنوي وربنا توعدوا بالعقاب اللي بيعملوا النوع ده ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإسما مبينا يا الله هو ناقص يعني مش كفاية أنه حياته سودة وكمان بيئذي الناس فيحتمل بهتان وتلاقي قلب الشخص ده وقت قلبه مليان غل وحقد وحسد وكره للناس لدرجة ممكن يظهر الكلامتها في فلتات لسانه من غير ما يشعر فده مفتح للشر مغلاق للخير وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثل على ده فقال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم تفتح الجنة في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل مريء لا يشرك بالله شيئة إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء يقول انظر هذين حيث يصطلح يعني إيه خلي دولة مش هيغفر لهم لغاية ما يصطلح وتلاقي الشخص ده بقى اللي هو الشخص المغرق للخير ده مفتح للشر كثير الشكوى والسخط الدائم ويخلي الناس حلهم ولا يزو بالله كرب على طول لما تقعد معاه تحيث أن الدنيا كلها سودت ويتوجع ويحكي لك مقاسي والظلم اللي وقع فيه وتعرض عليه وتعرض ليه طب نعمل ايه عشان نبقى مفاتيح للخير فيه أربع إجراءات نعمله الإجراء الأول عشان تبقى مفتاح للخير ايه هو تروح تتدرب على أنك انت تستطيع أن انت تخرج أحسن ما في الناس ده محتاج تدريب ده أن انت تتدرب على أنك انت تخرج أحلى ما في الناس ده محتاج تدريب ولو تعودت على ده هتبقى حاجة جميلة من التدريبات اللي انت تتدرب على أن انت تزايد ماذا؟ تمدح الناس متح ليس فيه نفاق ولكن فيه إظهار لما فيهم من الخير أعرف ناس والله بينهم وبين الهداية كلمة حلوة أعرف ناس بينهم وبين فعل الخير وفتح أبواب الخير كلها كلمة حلوة فعشان كده انت لازم تتعلم الكلام الحلو اللي طلع أحلم في الناس فأول حاجة تتدرب على أنك انت تخرج من الناس أحلم فيهم إذا كنت عايز تبقى مفتاح للخير لأن أول مفتاح لازم تكونه للخير وأنك انت تفتح قلوب الناس تب تفتح قلوب الناس إزاي؟ بأن انت توريهم جمال ربنا ومددوا فيهم ولذلك إيه اللي حاصل؟ أحظم حاجة أن انت تفهم حديث الرسول اللي صلى الله عليه وسلم المسلم مرآته أخيه يعني إيه مرآته؟ كن مرآة تري أخيك الجمال الذي فيه يا سلام دعوني ده تاني إجراء لازم نعمله عشان نقدر نعمله كن كل يوم في خدمة أحد من الخلق ويا سلام لو استعت ده وبقيت عندك خدمة في المجالات الخامسة اللي أقولها لكم خدمة في البيت في الأسرة وخدمة في العمل وخدمة في العلاقات مع الأصدقاء وخدمة كمان لحد تفتح عليبة بالسعادة وخدمة كمان تساعد حد على أنه مستقبله يبقى أحسن وأفضل مجالات حلوة حاول تعمل فيهم خدمة لو عملت ده عايبقى أنت مفتاح للخير الحاجة اللي بعد كده كمان اللي بأول حاجة اتعلم إزاي تخرج أحسن ما في الناس تاني حاجة اخدم الناس تالت حاجة كمان حاول بقدر الإمكان أن أنت تعلم الناس إزاي يخدموا الناس دل للناس من وراء بعض كده قولوا ما تروح تعمل لفلان الحاجة الفلانية دي عايحبك ما تروح تعمل لفلان الحاجة ديت ما عايحبك دل للناس وده من أفضل أنواع الإصلاح آخر حاجة ممكن تعملها أن أنت طول الوقت تعمل إيه تمدح الخير اللي في الناس عشان الخير يبقى عاعدة فيهم أنه لما حد يعمل حاجة كويسة امدحه ولما حد يعمل حاجة فيها تطوع ساعده ادعم الخير كل ما تدعم الخير كل ما قلبك يبقى مليان خير أربع حاجات لو عملتهم عاملوا بيت من الخير في قلبك والبيت ده تفتحه بمفتاح التوفيق الله إنه أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله ساعتها هتبقى مليان خير يا رب جعلنا دايما من أهل الخير وكرمنا ووفقنا وجعلنا دايما من أهل الصلاح وجعلنا دايما مفاتيح للخير يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقي بضيوفنا عشان نتكلم معهم إزاي نقدر نطبق الكلام اللي احنا قلنا ده في حياتنا وإزاي نفتح أبواب الخير ونكون مفاتيح للخير على مرضات الله وعلى محبة رسول الله إن شاء الله ربنا يقبلنا من أهل الخير اشتركوا في القناة